موسيقى استعادة إثاعة هلا 96 الشبابية السودانية بثها بعدما أوقفت عدة أسابيع بأمر من السلطات السودانية يأتي هذا بعدما أوقف الجيش السوداني أو أوقفه بث إثاعات الموجات القصيرة ومن بينها هلا 96 ومونت كارلو وبي بي سي وغيرها من الإثاعات تزامنا مع قرار عبد الفتح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء السودان في تشرين الماضي اسمعنا بقلبك شعار رفعته إذاعة هلا 96 بعد أن أوقف صوتها بأمر من السلطات السودانية الإذاعة الشبابية أسكتت صبيحة الخامس والعشرين من أكتوبر عقب قرارات عبد الفتح البرهان بحل الحكومة بعد 25 أكتوبر كما حدث لبقية الإذاعات تم إيقاف كامل لكل وسائل الإعلام الإذاعات تحديدا في صبيحة 25 أكتوبر أكتوبر وبعد ذلك رأينا أن بعض الإذاعات أو سمعنا أن بعض الإذاعات بدأت تعاود البلث إلى 96 إحساس أنه أنت كان عندك صوت ووقف دحاية مؤلمة زيلك أنه أنت كان عندك نعمة أنك تنطو بتتكلم وفجأة بجيت مهما بتتكلم عشرات الصحفيين السودانيين الرافضين لتكميم الأفواه وقفوا على خط تضامن مع الإذاعة وعملها رافضين قمع الحق في التعبير شهر ونصف الشهر من الإغلاق فرض على إذاعة لعبت دوراً داعماً للثورة السودانية منذ اندلاع شرارتها إغلاق القصري دون حكم قضائي قبل أن تستعيد مكانها على الأثير أخيراً نرحب معنا من الخرطوم بالسيد نشأة الإمام وهو قيادي في تجمع الإعلاميين السودانيين أهلا وسهلا بك معنا سيد نشأة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يقول إن الحكومة السودانية في حالة عداء مع الصحفيين اليوم في السودان كيف يتجلى ذلك ومن يدفع فتورة هذا العداء في الدرجة الأولى؟ بكل تأكيد ما ساقه الأمين العام للأمم المتحدة يعد التحذير أو عكس للواقع الموجود في السودان منذ العهد البيض وهي حكومة نظام البشير المدحورة كان هناك تكميم للأفواه كانت هناك حملات شرسة ضد الصحافة والصحفيين والإعلاميين بشكل عام وهذا ديداً الحكومات الشمولية التي لا تريد أي أصوات مناوئة لها ولا أي أصوات تعكس خلاف ما تراه هي لا أريكم إلا ما أرى وبعد مجيء ثورة ديسمبر ربما استقرت توضاع الصحفيين في السودان بشكل أو بآخر مع بعض الملاحظات التي كانت موجودة وفي أساسها كانت عدد من القضايا التي قدمها المجلس العسكري تحديداً كواحد من شركاء الحكم في الفترة الانتقالية ضد عدد من الصحفيين محاولات إغلاق الإذاعات والقنوات محاولات الرقابة القبلية لدى الصحف كانوا يبعثون بعدد من الأجهزة الأمنية لتراقب ماذا ستنشر الصحف في الغد وكانت تتم المصادرة بشكل عادي وهناك عقوبات كثيرة تمت لعدد من الصحف الآن بعد الانقلاب الأخير في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي ازدادت هذه اليد غلظة في البطش بالصحافة وبالصحفيين إذاعة هلا كواحدة طبيعة المشهد وكيف تتم هذه التضيقات نحن تحدثنا عن إذاعة هلا 96 تم إيقاف بثها ومن ثم يوم الخميس الماضي استؤنف هذا البث وفقا لأي شروط لم تكن هناك شروط معلنة لم تكن هناك اتهامات حقيقية موجهة لإذاعة هلا ولغيرها من الإذاعات إلى الآن لم يتم إعادة بث الراديو سوا التابع لقناة الحرة الأمريكية وكذلك إذاعة البي بي سي هي من الإذاعات الموقوفة بدأ في أول يوم للانقلاب إيقاف كل الإذاعات، إيقاف الاتصالات، إيقاف الإنترنت واتباعا بدأت ترجع الإذاعات المحطات الـ FM التي توالي هذا الانقلاب التي توالي الحكومة بشكلها الحالي رجعت إذاعة البيت السوداني التي تتبع لإذاعة أم درمان وهي الإذاعة الحكومية الرسمية ومن بعدها بعض الإذاعات إذاعة القوات المسلحة، إذاعة القرآن الكريم التي لا تناقش أي موضوعات تخص الثورة وليست لها أي آراء مناوئة لما يحدث لكن الإذاعات التي عرف عنها الصدام عرف عنها الحيادية عرف عنها نقل الحقيقة هذه تم التضييق عليها سيد نشهد، يبدو أن الترفيز بالدرجة على الإذاعات الدولية تكرت إذاعة سوا أيضا راديو بي بي سي راديو منتكارلو الدولية كل هذه الإذاعات، يبدو أنها محظورة اليوم في السودان وبالتالي، ما هي الرسائل التي توجه إلى هيئات الأعلام الخارجي عموما من خلال هذا التضييق دخل البلاد؟ هو تضييق لم يستكنف السيد القائد العام للقوات المسلحة من إيصار رسائل أكثر من الإعلام للدبلوماسيين الغربيين بأن لا يتدخلوا وأن لا يحرضوا الشعب السوداني فهذه هي الصورة الذهنية الموجودة لدى الإنقلابيين بأن هذه الإذاعات ربما تشكل دعم لخط الثورة الماضي الآن في الشوارع السودانية ربما تنقل الكثير من الفظائع التي تحدث في الشارع التضييق حتى على الصحفيين كأفراد هناك إصابات عديدة تمت في المواكب السابقة لعدد من الصحفيين والإعلاميين هناك من تعرض للاعتداء اللفظي أو الجسدي فلذلك هي رسالة للجميع بأن يحتاطوا لأن لا ينقلوا كل الحقيقة وهذه الرسالة ربما تجد صدف عند بعض الإذاعات والقنوات الموجودة في السودان لأنهم يملكون عليها إرادة ويمكن السيطرة عليها لكن هذه الإذاعات الغربية هي بعيدة عن سيطرتهم لذلك السلاح الأمضى في إيقافها هو منعها من البث لا شك أن التحديات كثيرة تلك التي يواجهها الصحفيون السودانيون اليوم وفي جميع الأحوال كانت دائما موجودة طوال حكم البشير بالإضافة إلى هذه العزلة نوعا ما بين هلالين التي نتحدث عنها ماذا بشأن القانون؟ القانون هنا لا يبدو أنه لا ينصف الصحفيين إنما أيضا في العديد من الحالات يستخدم للتضييق أكثر عليهم من خلال اتهامهم بافتعال النعارات العرقية أو الدينية على سبيل المثال يعني استعانة بهذا القانون العديد من التهم هي جاهزة في قوالب إثارة هذه النعارات التي ذكرتها وأيضا يتحدثون ربما عن الإساءة لبعض المؤسسات الحكومية والمؤسسات العسكرية وهذه تهمها طائلة تصل إلى السجن لسنوات طويلة وبعض التهم ربما تعد نوعا من التخابر مع دول أخرى هذه هي منفست من الاتهامات الجاهزة التي يتم استخدامها على حسب الحوية لذلك التضييق في مثل هذه الأنظمة خاصة ما إعلان حالة الطوارئ فلا قانون يعلو فوق قانون البندقية ومن له السلطة هو الذي يحكم بالطريقة التي يراها بعيدا عن أي قوانين أو أعراف دولية يجب عليهم مراعاتها سيد نشأة العالم يلتفت إلى السودان يعني ذكرنا قبل قليل أمين العام للأمم المتحدة أيضا منظمة مراسلون بلا حدود ذكرت ما يتعرض له الصحفيون في السودان بأنه نوع من الحصار وبالإضافة إلى هذا التوصيف هل تعتقد أنه يمكن دعم الصحفيين اليوم في السودان أم أنه ربما كل مساعدة أو مؤازرة قد ترتد عليهم بشكل سلبي يمكن الكثير من القنوات أن تفتح مع الصحفيين لكيفية تدعيمه خاصة نحن السودان هو وطن يعاني من الكثير من الخدمات المنقوصة المعينات التي يحتاجها الصحفي لا تتوفر بشكل كبير حينما قطعت خدمة الإنترنت كانت هناك بعض المساعي الدولية والتي قالت بأنه ربما يمكن إيصال الإنترنت للمتواجدين في السودان عبر الأقمار الصناعية دون الحوجة للاتصال بالشركات الموجودة والتي سيطر عليها الجيش إبان فترة الانقلاب كذلك المناشدات الدولية تلقى صدى ربما يكون صدى بسيط لكن تجد صدى لدى هذه الحكومة لأنها تخشى من فرض عقوبات تخشى من أن يتم تدويل هذه القضايا لذلك أعتقد أن ضغط المجتمع الدولي في سبيل حرية الصحافة في الحفاظ على الصحفيين يجد أذنا صاغية ربما بدرجات أقل من المرغوب به لكن أيضا يؤثر بشكل أو بآخر على مستوى التعامل مع الصحفيين أشكرك جزيل الشكر من الخرطوم نشأة الإمام القيادي في تجمع الإعلاميين السودانيين